يا مساء خير وياهلا وسهلا بكل الأهلوية يوم جديد حلقة جديدة السادسة دخلنا في الجد 24 ساعة بتفصلنا طبعا عن عودة النادي الأهلي للميران من جديد عشان يستعد أو يبدأ بقى استعداداته لمواجهة الترج إن شاء الله بإذن الله قبل نهائي دور الأبطار نتمنىها نهائي إن شاء الله بإذن الله تكون أداء أمام الوداد كايزر شيفز ما تفرقش معنا وإن شاء الله العشرة ممكن على كل الأحوال خلينا أقول لحضراتكم أنه الفترة الراحة السلبة دي أعتقد أنها كتليها أهمية كبيرة جدا في إطار طبعا الاستعداد لأنه الفريق الحقيقة بقى له فترة طويلة جدا تلاحهم مباريات تلاحهم مواسم بطولات مختلفة وبالتالي أعتقد أنها جزء مهم جدا من مرحلة الاستعداد للترجي في بعض اللعبين الحقيقة كان عندهم بعض البرامج التأهلية والاستشفائية فكانوا شغالين نتمنى إن شاء الله يكونوا جاهزين ويدخلوا من بكرة إن شاء الله مع الفريق في التمرين وهنتابع مع حضراتكم طبعا على مدار الأسبوع اللي جاي كله السعادات النادي للأهلي لحظة بلحظة في إطار طبعا تحضيراته لمواجهة الترجي مبارح في بداية الحلقة كلمت مع حضراتكم وكلام للأهلوية وأرجو الحقيقة أنه كلام ده يتوزن ويتعاقل بشكل كبير في فترة يمكن لا تتجاوز لا تتجاوز تلت شهور على أقصى تأدير الأهلي قدامه أربع بطولات في خلال التلت شهور اللي جايين الأهلي قدامه أربع بطولات إن شاء الله بإذن الله البطولة الأكبر والأهم طبعا هي دوري الأبطال اللي وصلنا فيها المرحلة متقدمة جدا بيفصلنا عنها تلت مطشط وعندنا بطولة الدوري اللي إن شاء الله بإذن الله الأهلي لما يجي رجع تاني يخد المنافسة ويكسب كل مطشطه وبما فيها المعجلات تبقى فارع عن أقرب منافس ليك اللي هو الزمالك بأربع نقاط وبالتالي فرصك هي الأكبر ما زالت هي اللي حتى اللحظة هي الأكبر في التتويج ببطولة أو الحفاظ على لقب بطولة الدوري كمان هيكون عندنا سوبر محلي مع طلاع الجيش وهيكون عندنا ومسابقة كاس مصر طيب إحنا نتكلم في خلال ثلاث شهور في أربع بطولات مين من مصلحته وأنا دايما بحب السؤال ده جدا 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 أحب الناس فكر معايا كده مين من مصلحته يتكلم في التوقيت ده عن انتقالات لعيبة النادي الأهلي مين ممكن يكون مستفيد من الكلام على إنه في لعيبة مشة من نادي الأهلي أو في لعيبة جاية من نادي الأهلي هل من الممكن إنه إدارة فريق يكون عندها فريق زي نادي الأهلي محقق سلسية ومحقق برونزية كاس عالم ومحقق سوبر أفريقيا ووصل للدور قبل النهائي تستغنى عن نصف الفرقة امبارح نديت على سبيل المثال مش على سبيل الحصر خبرين يمكن كانوا متركز عليهم قوي ومنتشرين قوي في سوشال ميديا قلت لحضراتكم إنه القصة بتاعت استبدال أو صفقة تبادلية بين الأهلي وبيرامد ناصر ماهر وإبراهيم عادل غير صحيحة على الإطلاق والكلام على عمر السلية أمر غير دقيق على الإطلاق لكن تعالوا نرص كده ونعد مع بعض كده نشوف حضراتكم الأنباء اللي يوميا يوميا بيتم تدولها بدون ما يكون فيه إعلان عن مصدر هذه المعلومات أو عن مستند يفيد حتى بتقديم عرض النجوم النادي الأهلي نعد مثلا مع حضراتكم إنه مجدي أفشا اتقال إنه رايح جلتها سراي محمد شريف بشكتاش التركي أليو ديانج عرضين رسميين تقدموا من فرنسا ومن أسبانيا وفيه ناس قالت كمان تمانية مليون دولار يعني فيه عرض رسمي تم تقديمه ما حتى ما طلعوا الصورة العرض اللي تقدم بين نادي المزعوم نتكلم على صفقة تبادلية برضو مع النادي الأهلي بين نادي الأهلي ونادي الإسماعيلي اللي بيقول يعني طبعا كلام غير منطقي على الإطلاق مراوم محسن محمد محمود في مقابل عبد الرحمن مجدي كلام على إنه عمر السلية وعلي معلول في قطر وإنه هم مضوا خلاص يعني فيه كلام وخيروا دبال حضراتكم يعني واحنا نتكلم تحديدا على علي معلول والسلية عادهم لسه منتد مع النادي الأهلي ويمكن بعد بطولة أفريقيا هيتم الجلوس معاهم وهيتم التجديد ليهم فإنت بتكلم تقريبا عن نص فرقة بالكامل بيتم تسريب معلومات على إنها مشية من نادي الأهلي لصالح مين ومين ممكن يكون مستفيد الكلام على تحديدا النقطة دي محتاجي وعي شوية من جموعنا دي أهلي أرجوكم أرجوكم لا تنفعلوا ولا يتم استفزاسكم ولا حتى تاخدوا الأمر بأنكم عايزين تردوا أو توضحوا أو استفسروا لأنه هو ده الغرض جزء كبير جدا من الهدف من الحاجات دي إنه يتردد ويتشير ويعمل البروباجندا اللي في النهاية تأثر نفسيا تأثر معنويا تدرب استقرار فرقة في توقيت في منتهى الحرج فأرجوكم بس مش مطلوب منكم صحيح مش موجودين في المدرجات لكن وجودكم على سوشال ميديا واضح ومؤثر اقفلوا على فرقتكم الثلاث شهور وما تدوش وزن أو ما تعملوش وزن لمن لا وزن له بس مش أكتر من كده